هجوم مباغت على منطقة الحدود الأردرية السورية يوقع قتلى وجرحى في القوات الأمريكية الهجوم نفذ بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية وتبنته فصائل عراقية رئيس الأمريكي جو بايدن توعد بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم بالطريقة المناسبة مررنا بيوم صعب في الشرق الأوسط لقد فقدنا ثلاثة من جنودنا الشجعان في هجوم على إحدى قواعدنا أطلبوا دقيقة الصمت على أرواحهم وسوف نرد وزير الدفاع لويد أوستن أطلق تهديدات مماثلة لتركة التي أعلنها بايدن بعد وقوع الهجوم تصاعدت خلال الأسابيع الماضية هجمات الفصائل المحسوبة على إيران وباتت مقلقة لأوساط أمريكية وعالمية عدة لكنها لم تبلغ درجة التسبب في مقتل جنود أمريكيين قبل الآن فقد تبنت هذه الفصائل خلال فترة وجيزة أكثر من 150 هجوما في المنطقة تسببت في إصابة 70 عسكرية أمريكية هذه التهديدات والهجمات التي تنفذها فصائل موالية لإيران استدعت موقفاً حاداً من الجمهوريين الأمريكيين رئيس السابق دونالد ترامب قال إن الهجوم على القوات الأمريكية هو نتيجة لضعف وخضوع بايدن أمام إيران ومنحها مليارات من الدولارات أسهمت في زيادة الفوضى بشرق الأوسط وأشهد ترامب بما وصفه بسياسة الضغط القصوى التي اتبعها مع طهران قائلاً إنها كانت كفيلة بتحجيمها ومنعها من تمويل الميليشيات لم يكن موقف ترامب فريداً فحالة الغضب التي عقبت الهجوم دفعت زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للإلقاء باللائمة على بايدن الذي جعل سكوته أعداء الولايات المتحدة في الشق الأوسط يتطولون عليها بحسب ماكونيل أما السيناتور الجمهورية كروز فاتهم بايدن وإدارته بالتسبب في وقوع الهجوم نتيجة للتهاون في رد على الهجمات السابقة لوكلاء إيران في شق الأوسط وأشهد كروز بتصفية الزعيم السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عهد ترامب قائلاً إن هذه العملية أثبتت قوة ردع وجدوى لكنه اتهم بايدن بإفشال كل الإنجازات وجعل الإيرانيين يعودون للواجهة شلايا الانفجارات لم تقتل وتصب الجنود الأمريكيين فحسب بل تسببت في حالة إرباك سياسي وعسكري واضح في الأوسط الأمريكية وخلفة حالة من التوتر والقلق بعد فتح جبهات مواجهة لم تكن في الحسبان